السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة كروشي كريمان. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الجزء التاني في السليبر تريكو. كنا مع بعض اشتغلنا النعل في الجزء الاول وهو قلنا هنشتغل باقي سليبر في الجزء التاني. ولكن هيكون في جزء تالت لان الجزء التاني طلع طويل شوية. وفي تفاصيل كتير فما حبيتش ان انا استعجل في شرح حاجة. لانه يعني هو في خطوات لازم تبقى مشروحة مزبوط قوي. كان عندنا الدبوسين دول انا كنت حطيتهم لازم عدد الغرز اللي بين الدبوسين دول يكون ستاشر غرزة. لو انا عدتهم ولقيتهم مش ستاشر غرزة ممكن احرك دبوس منهم بحيس انه يكون المكان دوت او ستاشر غرزة دول تقريبا في منتصف آآ وش السليبر. يعني لو حسيت مثلا ان الدبوس البنفسيجي دوت جاي في النص شوية احركوا ناحية تحت شوية. كده. بحيس ان يكون المكان دوت في النص تقريبا. عدد الغرز بين الدبوسين لازم يكون ستاشر غرزة. دلوقتي بقى انا هفصل الغرز بتاعة الجزء بتاع الكعب. وهبدأ اشتغل الوش. طيب انا هفصل الجزء بتاع الكعب ازاي? هعد من بعد دبوس الاول خمسة وتلاتين غرزة. ومن بعد دبوس التاني خمسة وتلاتين غرزة. وباقي الغرز هنزلها على مسلا ممكن اجيب ابرى زي دي. نحط فيها فتلة خيط. يعني ده لو ما عندكوش الدبوس الحافز للغرز. وننزل الغرز على الفتلة دي. وبعد كده نربط الفتلة بحيس الغرز ما تقعش. يبقى من الدبوس ده بعد خمسة وتلاتين غرزة بالشكل ده. او في الاتجاه ده. بعد الغرز بالشكل ده كده. وبعد كده مسلا ممكن احط دبوس على مات عشان اعلم الغرز. ومن الجنب التاني بعد نفس العدد. وحط دبوس ونزل الغرز اللي ناحية الكعب على الخيط اللي انا جدته. يعني كده هيكون هنا الخمسة وتلاتين غرزة. هحط باقي الغرز دي على الابرة. وبعد كده هطلع الابرة من الخيط ولضمها الطرف التاني. ونزل باقي الغرز اللي من الجنب التاني على الخيط. فانا هعمل كده هفصل الوش عن الكعب وهرجع لكم مرة تانية عشان نشتغل مع بعض الوش. تقريبا الكعب هيكون وصل لغاية هنا. الجزء ده كله هنزل الغرزه على آآ الفتلة الخيط عشان ابدأ اشتغل الوش الوحده وكعب الوحده. انا نزلت كده الغرز على الفتلة. ودلوقتي عدد الغرز ده. وعدد الغرز ده خمسة وتلاتين غرزة. والغرز اللي بين الدبوسين ستاشر غرز. انا هربط كده على الغرز دي عشان ما تقعش من على الخيط. وهقص الخيط الزيادة. ودلوقتي هبدأ باشتغل آآ الوش بتاع الثليبر بنغير آآ الكعب وبعد كده هشتغل الكعب الوحده. انا هبدأ اشتغل سطرين على الخمسة وتلاتين غرزة دوت في كل جنب الوحده. آآ طبعا عايز السطر اللي عادي اللي يكون آآ في اتجاه الوش بتاع الثليبر والسطر المقلوب جوه. هجيب طرف خيط. طبعا هشتغل كل جنب الوحده. وهبدأ من الطرف اللي ناحية الكعب. بالشكل ده كده. هشتغل كل الغرز. آآ لحد ده بوصل علامات خمسة وتلاتين غرزة هشتغلهم عدل. طبعا الغرزة زي ما تيجي معاكم لقيها مرتاحة. نشتغلها عشان الغرز دي ملقوطة مش مش كانت آآ سطر مشغول قبل كده. فممكن تلاقوا اتجاه الغرزة آآ ملفوف او كده. فنشوف اي اتجاه بيريحنا في الشغل او الخيط مش مشدود فيه. ونشتغله عادي مدام بنشتغل عادل. يعني اشتغلها من الخلف كده او من الامام عادي. ممكن خلال الفيديو تلاقوني برضو بشتغل كده لان طبعا انا بشتغل سليبر ده من غير بطرون. ففي حاجات جربتها ونزلت الغرز ورجعتها تاني على السنورة. فاتجاه الغرز بيختلف معي فممكن تلاقوني بشتغل آآ الغرزة مرات من الخلف كده. بكون انا لما نزلت الغرز من على السنورة آآ آآ رجعتها آآ مش مزبوطة قوي زي ما كانت مشغولة. فبشتغلها من الخلف. كده انا خلصت السطر الاول عدل. وهاشتغل السطر المقلوب. باني الاول كل غرزة مقلوب وبكمل كل الغرز مقلوب. طبعا انا كده آآ السطر المقلوب ناحية قلب السليبر مش ناحية وشه. يعني جزء المقلوب ده هيكون جوه السليبر مش مش بره مش باين يعني. السطر الرايدل هو اللي هيكون آآ ناحية بره. هكمل السطر كله مقلوب. كده انا خلصت السطر المقلوب. الترافين دولت آآ 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 انا رابطهم في جزء متأخر شوية من الفيديو. لان الغرزة الاولى واعت من علص النورة. فانتوا من دلوقتي ربطهم احسن. اللي هو الطرف بتاع البداية ونهاية السطرين اللي انا اشتغلتوه مع الخمسة وتلاتين غرزة. انا هقص الخيط كده. وهنربط الطرفين دولت. مع بعض. طرف البداية وطرف النهاية. ودلوقتي هشتغل الجزء التاني. او الجنب التاني برضو الخمسة وتلاتين غرزة تانيين سطرين كمان. بجيب تراف خيط مرة تانية. انا مرة بتومش في بداية الفيديو لاني ما بحبش اصلا اربط الخيط. وبحس انه بيعمل كلكعة كده ملهاش لازمة. ولكن انتوا ممكن تفوكوهم لما نيجي نشاطة بالفتل. انا ممكن نرجع فوكوهم مرة تاني. بصوا لان دلوقتي بشتغل مقلوب اول سطر عشان انا نحية قلب السليبر مش نحية وشه. عشان كده هشتغل السطر الاول مقلوب والسطر الثاني عيدل. هكمل كده السطر ده كله مقلوب لحد دبوس العلامات اشتركوا في القناة كده خلص السطر الاول وهلف طبعا ما بشنش دبابيس العلامات ولا حاجة بسبق زي ما هي وهرجع اشتغل السطر التاني عدل بنق الاول غرزة عدل وبكمل باقي الغرز كلها عدل لحد اخر غرزة كده خلص السطر هقص الخيط وبرده هربط طرف البداية والنهاية مع بعض كده انا اشتغلت الجوانب بتاعت وبعد كده هبدأ اشتغل بقى السطاشر غرزة دول وفي نفس الوقت وانا بشتغلهم هخيط الجوانب معي السطاشر غرزة دولت هيمشوا معي مش هيزيدوا هيمشوا معي يغطوا وش الرجل كله لكن وانا بشتغلهم هيغط غرزة من اليمين وغرزة من الشمال كاني بخيط الجوانب وانا بشتغل السطاشر غرزة ولكن قبل ما اعمل كده السطاشر غرزة نفسهم ليهم طريقة في الشغل في الاول عشان تدينا الكيرف بتاع وش الرجل دوت ما يكونش خط مستقيم يعني انا لو اشتغلتهم على طول وقفلت الجوانب اللي هيحصل معي السليبر شكله هيكون واقف او شكله كامل هيبقى قطعة مستطيلة مش هيبقى يعني فيه انحناء كده ياخد وش الرجل زي النعلم هو معمول لأ هيبقى وشه مش هيبقى شكل لطيف خالص اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بنقل الغرز بتاعة الجم على السنورة عشان اوصل للستاشر غرزة دولة عشان انا هبدأ الشغل من عندهم كده أنا نقلت الخمسة وتلاتين غرزة دول على ستنورة ليمين. علشان اوصل الستاشر غرزة اللي بين دبوسين العلامات عشان هبدأ شغل ما نعنده. طيب الستاشر غرزة دول لو انا اشتغلتهم على طول الستاشر غرزة وبدأت اقفل الجوانب اللي هيحصل معي ان الشكل بتاع وش الرجل هيبقى خط مستقيم مش هيبقى فيه انحناء زي ما موجود في النعم. فانا باشتغلهم باشتغل العشر غرزة اللي في النص في نص الستاشر غرزة وبسيب تلات غرز يمين وتلات غرز شمال وكل سطر ببضيف غرزة عشان يدينا شكل كيرف وبعد كده بابدأ اخيض الجوانب واكمل. لو ما عملتش كده الجزء بتاع الثوابه هيكون جزء مستقيم مش هيكون فيه انحناء زي النعلم هو مشغول. انا برجع دبوسل العلامات مرة تانية. هنقل اول تلات غرز. انا هرجع كمان دبوسل العلامات. عشان نشوف هنشتغل الاول ازاي ستوش الغرزة. هنقل تلات غرز. بالشكل ده. وهبدأ اشتغل العشر غرز. هجيب بس الاول طرف خيط. هشتغل طبعا انا على وش الشغل. هشتغل عشر غرز. عيدل. واحد. اتنين. تليتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. كده بقى عندي تلات غرز على السنورة. ده السطر الاول. هشتغل بقى سطر مقلوب. وفي نهايته اضيف غرزة من التلاتة اللي على الشمال للوقتي. او الغرزة طبعا بنقلها مقلوب. زي اتجاه السطر. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. وهشتغل غرزة كمان. هيبقى 11 في السطر التاني. وفي السطر اللي جاي هيبقى اشتغل 12 غرزة. يعني كل سطر بضيف غرزة مرة يمين ومرة شمال. انا كده 11 غرزة هشتغل مرة السطر دوت. السطر العدل 12 غرزة. انا قلت اول غرزة عدل. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر غرزة. هديف بقى غرزة من هنا. هيبقى اتناشر غرزة. السطر الجاي هيبقى 13. هيبقى 13. هيبقى غرزة كمان من ناحية تانية. هالف. انا الاول غرزة مقلوب. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. وهديف غرزة هيبقى 13 غرزة. السطر الجاي هيكونه 14. هديف غرزة من ناحية التانية. هنقل اول غرزة عدل. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتة. وهاشتغل غرزة من الغرزتين دول. يبقى 14 غرزة. كده بقى سطرين. سطر خمسة واشر. وسطر ستة واشر. السطر الجاي هديف غرزة الاخيرة من هنا. والسطر اللي بعده هديف الغرزة الاخيرة من هنا. يبقى انا اشتغلت العشر غرز اللي في النص. وكل سطر اضفت غرزة من جنب من الجنبين. بحيث ان انا كاني بشتغل الستة واشر غرزة دول تدريجي عشان يدينا الكيرف اللي موجود في النعل. ما يكونش الجزء بتاع السوابعة ده واتخلط مستقيم. اربعة واشر ودي الغرزة الاخيرة الغرزة الخمسة واشر هشتغلها. والسطر اللي جاي عادل. هشتغل بقى ستة واشر غرزة. بنقل اول غرزة عادل زي اتجاه السطر. بنقلها عادل او بنقلها مقلوب يعني كاني هشتغلها عادل بس بنقلها. بدخل السنورة كاني هشتغلها وبنقلها من غير ما اشتغلها. دي اخر غرزة الغرزة ستة عشر هشتغلها. هي كمان. هنشوف بقى بصوا الوش شكله عامل ازاي. بقى شكله بيضاوي كده. زي النعل بالزبط. مش بدأنا اشتغلنا ستة عشر غرزة على بعض. وقفلنا الجوانب معيهم. السليبر شكله هيبقى عامل شبه العلبة. خط السابع اللي قدام هيبقى خط زي الغرزة موجودة على الابرة والجزئين دولت هيكونوا واقفين عليهم. دلوقتي بقى انا هخيط الجوانب. طريقة الشغل مختلفة. يعني انا بقى غرزة من يمين وغرزة من شمال. ولكن باشتغلهم مع اول غرزة واخر غرزة باشتغلهم ايه? مع بعض غرزة واحدة عشان الغرز مزدتش وتفضل معي 16 غرزة. طب انا دا بابيس العلامات انا مش محتاجاها تاني فهشلها. لان الغرز هتكون بين. بيقض جزء من الغرز كده. طبعا كل ما يخلصوا عندي هضيف غيره. انا دلوقتي بيقض غرزة مع اول غرزة واشتغلهم مع بعض. كاني بخيط. غرزة من يمين وغرزة من شمال. بداية السطر المقلوب ونهاية السطر العادل هيكون فيهم يعني تركة بسيطة كده. هنفهمها مع بعض. هم سطرين وهيتكرروا معي لحد ما يفضل عندي عشر غرز في نهاية الغرز ديت. الخمسة وتلاتين غرزة. عشر ايمين وعشر شمال. بقرر نفس السطرين. السطرين دول هشتغلهم معاكم مرتين عشان تعرفوا طريقته. ده بداية السطر المقلوب. هعمل ايه? المفروض ان انا هشتغل غرزتين مع بعض. غرزة من 16 غرزة وغرزة من الخمسة وتلاتين غرزة وهاشتغلهم مع بعض غرزة واحدة. دلوقتي المفروض ان انا اشتغل غرزتين مع بعض. بنزل الغرزة الاولى ديت. وبالجع الخيط الورا. بضيف غرزة من هنا. وبعد كده برجع الغرزة اللي انا نزلتها دي تاني على السنور. هجيب بقى الخيط لقدام تاني عشان انا هشتغل مقلوب. وهشتغل الغرزتين دول مع بعض. دول اتبقوا اول غرزة 16 غرزة تاني. يعني ال 16 غرزة دول مش هيزيدوا ولا هيقلوا. كل اللي انا بعمله ان انا بشتغل معاهم يعني اول غرزة فيهم. مع غرزة من الجنب مع بعض يعني بعملهم غرزة واحدة. وبيبقوا هم اول غرزة في 16 غرزة. وفي نهاية السطر برضو بيغض غرزة من 35 غرزة في الجنب التاني. مع اخر غرزة من ال 16 غرزة وباشتغلهم مع بعض. وبيكونوا هم الغرزة 16. هكمل بقية السطر بقى مقلوب. هي دي التركة الوحيدة في بداية السطر المقلوب. اللي هي بنزل الغرزة ورجع الخيط لورا. احط الغرزة اللي انا هقفلها معيها. وبعد كده ارجع الغرزة اللي نزلتها مرة تانية واشتغلهم الاتنين مع بعض مقلوب. باقي غرزة واحدة. انا هجيب شوية غرز كده من 35 غرزة دولت. اجيبهم جنبها عشان اعرف اقفل غرزتين مع بعض. بس هنزل الاول دبوس العلامات. هرجع كده عشان اعرف ادخل شوية غرز. عشان اعرف اقربهم من الطرف السنورة وعرف اشتغل. الغرز بصوا بينها بيكون فيما بينهم مسافة كده يعني مش هتلغبط ومعرفش فين اخر غرزة 16 غرزة. ولو حاسين انه هتلغبط وعدوا. هتلاقوا العدد 16. دي الغرزة 16. هاخد غرزتين مع بعض كده اشتغلهم مقلوق. ده ما فيش فيه اي مشكلة. بعد كده هلف عشان اشتغل السطر العدل. هنقل غرزة كده من الغرز اللي في الجام. عشان اقفل غرزة كمان في بداية السطر العدل. غرزة في بدايته وغرزة في نهايته برضو زي السطر المقلوق. كل سطر بشتغل غرزتين معا في اول السطر وغرزتين معا في اخر السطر. نزلت غرزة كده على السنورة. عشان اعرف اشتغلهم مع بعض عيدل. بالطريقة دي. انا بس اخدت فتلة غلط. بحسها وانا بشتغل مشدودة فانا بعرف ان انا شديد فتلة مش تبع الخيط. فنزلتها برا تاني عشان اعملها. نفس الشيء برضو جات معايا تاني. بس كده اشتغلت اول غرزتين مع بعض. وهكمل السطر كله عدل. بس كده حولohد. بس كده حولو. festival. بس كده حولوء حولو بس كده حولوك. أنت تـأвئ. امتابع Markt بل فتلة sweep. بس كده. دلوقتي دي اخر غرزة في 16 غرزة فالمفروض ان انا هاشتغلها مع غرزة تانية غرزتين مع بعض مش باشتغلهم بقى عدل زي ما باشتغل اتجاه الغرزة العدل لأ هي دي التركات تانية مش باشتغلهم كده لأ باشتغلهم من ورا يعني من الخلف بدخل كده في الغرزتين بالشكل ده واشتغلهم من الخلف عدل بس كده هو دي هي دي التركات تانية في الشغل شايفين السلسلة اللي بتظهر عندنا دي هي ديت اللي احنا بنعمل كده عشانها عشان تطلع في الجنبين مظبوطة زي بعض هعيد معاكو تاني السطرين اللي احنا هنكررهم لحد ما يفضل عندنا عشر غرز انا بوسع الغرزة كده عشان ما تقعش مني ولا اي حاجة وارجع الخيط لورا اضيف بقى الغرزة اللي انا هشتغلها من اول غرزة وبعد كده ارجع الغرزة مرة تانية على السنور هدايق بقى الغرزة واجيب الخيط لقدام واشتغلهم الغرزتين مع بعض هكمل السطر كله مقلوب اسفل اسفل 一 دي الغرزة الستاشر. في وسعة اهو بينها وبينها الغرزة التانية. فهاشتغلها الاتنين مقلوب مع بعض. بالشكل ده عايدي جدا. كده هنخلص السطر المقلوب. والسطر العدل. بحط غرزة كده على الصنارة الشميل عشان نعرف اشتغلها. وبعد كده باشتغل غرزتين مع بعض. عدل. بكمل السطر كله عدل. دي اخر غرزة في ستة عشر غرزة. حاشتغلها. دي اخر غرزة في ستة عشر غرزة. حاشتغلها مع غرزة منك جمد مع بعض. آآ ولكن باشتغلهم ازي مش باشتغلهم زي ما متعودين نشتغل الغرزة العيدل. لا باشتغلهم من الخلف الاتنين مع بعض بالشكل ده. بس كده. هو ده الشكل اللي انا ببقى عايزه عشان كده بعمل الخطوة دي. انا بقى هكمل هكرر نفس السطرين دول لحد ما يفضل عندي من الغرز دي عشر غرز يمين وعشر غرز شمال. طبعا كل ما الغرز اللي في الجواني دي بتخلص بضيف غرز غيرها عشان اعرف اشتغلها. انا خلص لحد ما يفضل عندي عشر غرز. وهرجع لكم عشان نبدأ نعمل الحردة. كده انا خلصت. بالشكل ده بقى عندي عشر غرز يمين وعشر غرز شمال. وهبدأ اعمل حردة. هقسم الغرز. وهعمل حردة عشان اعمل الفتحة اللي اتاخل منها رجلينا. انا هسيب الغرزتين اللي في النص. يعني هاخد سبع غرز يمين وسبع غرز شمال. والغرزتين اللي في النص هفصلهم. بس انا هضيفهم مؤقتا للجنب التاني. وهبدأ اشتغل الجنب اللي فيه طرف الخيط. اللي هو الجنب اليمين. دلوقتي عندي سبع غرز. بعمل نفس الخطوة برضو باخد غرزة. من اليمين. واضفها. واشتغلها. مع غرزة من الغرز ستواشر او الغرز بقى اللي بقوا سبع غرز. عشان برضو اكون بقفل الجوانب في نفس الوقت اللي بعمل فيه الحردة. ده اول سطر. وهعمل آآ في اخره غرزتين مع بعض. بالشكل ده. هشتغل السطر المقلوب. التركتين اللي كنا بنعملهم آآ في بداية السطر المقلوب ونهاية السطر العدل. مش في الجنب ده في الجنب التاني. كده انا خلصت سبع غرز. اللي بقوا ستة ودي اخر غرزة فيهم. هشتغلها مع غرزة من غرز الجنب بمقلوب. سطر الجاي في العدل. مش هشتغل. مش هقلل فيه. هشتغله بس عدل. بضيف الغرزة بالشكل ده. وبشتغل غرزتين مع بعض عدل. وهكمل الغرز كلها عدل. كل اللي انا بعمله ان انا بنقل اول غرزة في السطر مش بشتغلها. لان انا كده هخلص سطر العدل. لما يجي اشتغل السطر المقلوب. بنقل اول غرزة. وبرضه لما بيجي ابدأ السطر العدل. طبعا انا بنقل في السطر المقلوب بس. لان السطر العدل بيكون بادئ من الجنب التاني. هيقض غرزتين كده مع بعض. وهشتغلهم مقلوب. يبقى انا اشتغلت سطر عدل عملت فيه تنقيس. وسطر عدل ما عملتش فيه تنقيس. وده السطر التالت في العدل. هشتغل في اخره برضو غرزتين مع بعض. ده بيكون التنقيس التاني. دول هشتغلهم مع بعض. وهشتغل سطر مقلوب. بعمل حردة بالشكل ده كده. سطر مقلوب بنقى الاول غرزة مقلوب كده. وبشتغل باقي الغرز مقلوب. واخر غرزة بشتغلها مع غرزة من الجنب. بشتغلهم مع بعض بالشكل ده كده. هلف وهشتغل السطر العدل. طبعا هنقل برضو غرزة. وهقفلها كده من الجنب. السطر ده ما فيهوش حردة. السطر الجاي عدل فيه حردة. او فيه طنقيس. او غرزتين بشتغلهم مع بعض طنقيس. ومش بنقص خالص في السطر المقلوب. السطر المقلوب بشتغلها زي ما هي بالضبط. اللي انا بعمله فيها بس ان انا بخيط الجوانب. ده السطر المقلوب. نقلت اول غرزة. هما بقوا تلات غرز اربعة. بقي غرزة واحدة اهيه هشتغلها مع غرزة من الجنب. بالشكل ده. ضفت غرزة للسطر العدل واشتغلت اول غرز دي مع بعض. وهعمل تنقيس في نهاية السطر. دول اخر غرزتين هشتغلهم مع بعض. بعد كده هلف الشغل واشتغل السطر المقلوب. ده السطر المقلوب ودي اخر غرزة في السطر. هشتغل الغرزتين مع بعض. بالشكل ده. مقلوب. كده انا خلاص خلصت الجنب. وهبدأ اقفل الاربع غرز دول. نقلت اول غرزة عدل. واشتغلت غرزة وبعد كده هقفل غرزة. باشتغل غرزة واقفل غرزة. كده انا خلصت الجنب دوت. واخر حلقة هعدي منها طرف الخيط. بالشكل ده كده. ودلوقتي هبدأ اشتغل الجنب التاني. طبعا في غرزتين كنا قلنا ان احنا هنسابهم. انا كنت ساباهم مع الغرز دي. هننزلهم على دبوس كده. زي دبوس موجود عندي هنزل علي الغرزتين دول. طبعا انا بحرت في اول السطر العدل فهبدأ اشتغل اول غرزتين مع بعض. طنقيس في اول السطر العدل. انا جبت طرف خيط جديد وهبدأ اشتغل به. هكمل باقي السبع غرز. دي اخر غرزة هضيفها مع غرزة تانية. طبعا فاكرين كنا بنشتغلها كده من وراء من الخلف. الغرزتين من الخلف. بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ اشتغل السطر المقلوب. بنزل الغرزة تركتين الاثنين موجودين في الجنب دوت. بحط غرزة. من الجنب وارجع الغرزة تانية على السنورة. اجيب الخيط لقدام. ودايق كده واشتغل مقلوب الاثنين مع بعض. هكمل السطر كله مقلوب. اللي هم اصلا ست غرز. كانوا سبع ونقصوا غرزة بقوا ستة. السطر العدل التاني مش بنقص فيه. يعني بنقص في الاول وفي التالت وفي الخامس. ده السطر التاني عدل. وهبدأ اشتغل السطر المقلوب. اوسع الغرزة كده عشان اقارف احط الغرزة كويسة على السنورة. واجيب الخيط لقدام وهشتغلهم مع بعض. وهكمل كله مقلوب. لاخر غرزة. ودلوقتي هبدأ اقلل التنقيس التاني او اعمل التنقيس التاني. هشتغل اول غرزتين كده مع بعض. وهكمل عدل دي اخر غرزة اضيف معها غرزة اشتغلهم من الخلف. هلف الشول واشتغل سطر مقلوب. سطر عدل كمان. من غير تنقيس. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي بداية السطر العدل الاخير. هشتغل تنقيس. اتنين مع بعض. وهكمل الغرز عدل. اخر غرزة دي بشتغلها مع غرزة من الجنب من الخلف. ودي اخر غرزة. هضيفها كده. وبعد كده ارجع الغرزة. واشتغلهم الاتنين مع بعض مقلوب. بداية الغرز كده. دول الترافين اهو قلت لكم اربطوه من الاول. بتوع السطرين اللي اشتغلتوه معها الخمسة وتلاتين غرزة. عشان ما يوقعوش معك الغرز. غرزتين مع بعض. وباقي ثلاث غرز مقلوب. وبعد كده هقفل الاربع غرز دول. ترجمة نانسي قنقر. 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 الجزء الثالث ان شاء الله مش هيكون طويل وهيكون اسهل بكتير من الجزء ده ان شاء الله اشوفكم في الجزء الثالث. سلام عليكم.